الحياة هنا في الريف الشمالي الشرقي للسويدة تعود تدريجيا بعد أن حررها الجيش السوري من المجموعات المسلحة المزارعون يعودون إلى أراضيهم التي حرموا منها لسنوات ولم يعد هناك أيو مهنع من تجولهم في بساتينهم لقطف المحاصيل نحن عانينا خلال هالسنتين الماضين من تنظيم داعش الإرهابي بإطلاق النار علينا ونحن نشتغل بأرضنا وهلق بعدما عاد الجيش السيطرة على المنطقة الشرقية عاد الأمن والاستقرار له البلد هو قطاف ما بعد التحرير آمنة صارت هذه الأراضي ما شجع هذه الأسرة على العودة لمنزلها بعد أن أجبرتها هجمات المسلحين المتكررة على ترك قريتها رجعنا على بيوتنا ورجعت الطمأنينة على البلد وعلى المنطقة كلها ياتا رجعت عاد الناس على بيوتها ومرتحين الحمد لله الخوف بتأ يزول تدريجيا من ذهن المواطنين وجلسات كهذه زادت من جرعة الشعور بالأمان على حد تعبير سكان البلد نحن الآن معنوياتنا عالية جدا بفضل الجيش العربي السوري الذي عسكر معنا في هذه القرية وأنجدنا وحمانا من كل أذى من قبل الإلهابيين المسلحين نقاط أمنية للجيش السوري ودوريات لا تتوقف على طول الشريط المحاذ للبادية السورية وذلك منعا لأي احتمال لعودة المسلحين وقطعا لخطوط التهريب على طول هذا الشريط